اهلا وسهلا مشاهدينا عبر اسناب رئاسة الحرمين ها نحن اليوم نلتقي بكم بتوجيه كريم من معالي الرئيس العام حفظه الله ومتابعة مستمرة من مستشار ومساعد الرئيس العام للشؤون التطورية النسائية بالمسجد الحرام الدكتور العنود بنت خالد العبود في تغطية نوعية غير مسبوقة لوكالة الرئيس العام للشؤون الإعلامية والعلاقات والمعارض النسائية ممثلة بالإدارة العامة للعلاقات العامة النسائية ومن ميناء جد الإسلامي حيث يتم استقبال وفود حجاج بيت الله الحرام الواصرين للأراضي المقدسة لتأدية فريضة الحج لهذا العام 1444 هجريا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله حاجة من السودان والحمد لله يعني ربنا سهل لنا ونحمد الله ونشكره على النعمة الأدانة لها دي إننا في الظروفة الصعبة دي نحن نقدر نجي ونحيج بيت الله والحمد لله ما وجدنا منكم إلا الترحاب والاستقبال من فضل الله سبحانه وتعالى ومن نهي علينا نيل شرف خدمة الضيوف الرحمن الكرام في أطهر البقاع حيث يتم في هذه الأيام المباركة استقبال وفود حجاج بيت الله الحرام في ميناء جد الإسلامي ضمن حملة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خدمة الحاج وسام فخر لنا في عامها الحادي عشر والمشاركة في تقديم مبادرة حفاول التي تعنى بالترحيب بضيوف الرحمن لتقديم الضيافة والهدايا لهم ولإثراء هاتين المبادرتين حرص الشطر النسائي بوكالة الشؤون الإعلامية والعلاقات والمعارض ممثلة بالإدارة العامة للعلاقات العامة النسائية بالتعاون مع إدارة الخدمات والمناسبات بتفعيل مبادرة حللتم أهلاً في موسمها الثاني بموسم حج لهذا العام 1444 هجرية